على مدى سنوات لم يكن التصعيد واستهداف القواعد الأمريكية وقوات التحالف بعيداً عن الساحة العراقية لكن هذه الهجمات كانت تخفت أو تتصاعد وفقاً لظروف سياسية وأمنية تفرضها معادلات محلية وإقليمية شديدة التعقيد وبعد انطلاق الحرب في غزة عادت هذه الهجمات لواجهة الأحداث وتبنتها فصائل المقاومة بشكل صريح حيث أكدت أنها تأتي في إطار الرد على ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة من جانبها نأت إيران بنفسها عن تلك الهجمات على الرغم من كونها تعد نفسها راعية لمحور المقاومة بالمنطقة لكن واشنطن ألمحت عدة مرات إلى مسؤولية أو تورط إيران بتلك الهجمات من خلال تشجيعها على أقل تقدير أو حتى تبريرها أحياناً حيث أكد وزير الخارجية الإيراني مؤخراً أن توسع النطاق الصراع أمر لا مفر منه بسبب الدعم الأمريكي لا محدود لإسرائيل الجانب الأمريكي يتخذ جانب الحذر في التعامل مع هذا الملف ولم يلجأ للتصعيد حتى عندما هددت بعض الفصائل بإغلاق سفارة الأمريكية بالتزامن مع زيارة بلينكين لمغداد وهنا لا بد من الإشارة لما ذكرته السفيرة الأمريكية في العراق حول حث بلينكين رئيس الوزراء العراقي على محاسبة المتورطين بالهجمات على القوات الأمريكية الحكومة العراقية أمام خيارين لا ثالثة لهما الأول هو السكوت على هجمات الفصائل وترك الولايات المتحدة تواجه الملف بمفردها لكن ذلك يعني تدخلاً أمريكياً جديداً على أراضي العراق أما الثاني فهو إعلانها رفض هذه الهجمات وهو ما يضعها بموقف حرج أمام جمهورها بالشارع العراقي لذا هي مجبرة الآن على مسك العصى من الوسط بانتظار تطورات الأحداث في المنطقة اشتركوا في القناة